تمديد العقوبات على سلطة الانقلاب عاما آخر هذا ما أقره مجلس الأمن الدولي في جلسة صوت فيها على استمرار العقوبات الخاصة بميليش الحوثي وقوات المخلوق مجلس الأمن دعا أيضا في قراره رقم 2342 إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي كامل في اليمن وهي دعوة اشترط فيها المجلس توافق عملية الانتقال السياسي مع المبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلاة المجلس بحسب وكالة الأنضول اعتمد بالإجماع قرار تمديد العقوبات على ميليش الحوثي وصالح وهما فسره مراقبون بفشل الانقلاب في إحداث اختراق في الدبلوماسية الدولية لصالح تغيير في مرجعيات المسار السياسي التمديد للعقوبات على الانقلابيين أتى بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة محددا زمنها حتى فبراير من العام القادم كان مجلس الأمن قد قضى في قراره 2140 بتشكيل لجنة عقوبات عملت على مراقبة وتسهيل تجميد أموال أفراد وكيانات متورطة في عرقلة الانتقال السياسي وتهديد أمن اليمن يتزامن قرار مجلس الأمن الأخير مع تطورات في المشهد اليمني تبدو فيها سلطة الانقلاب محصورة في نظر مراقبين بين فكي التغيير الدولي تجاه داعمها الرئيسي إيران وبين انهياراتها المتتالية في جبهات عسكرية عدة اشتركوا في القناة